مشاهدي الأموال في كل مكان أهلا بحضرتكم المصريين كلهم قلقانين من استمرار أزمة الدواجن في مصر وده بعد ما زادت أسعار الفراخ والبيض بشكل مش طبيعي لدرجة أن كتير منهم بدأوا ما يشتروهاش خالص وكمان عملوا حملة لمنع الشراء اعتراضا منهم على جلاء الأسعار المفاجأة بقى أن الأزمة خلاصة على وشك الانتهاء يعني إمتى أسعار الفراخ والبيض هتنزل ده اللي هنوضحه لحضراتكم في الفيديو ده فخليكم معنا أزمة الدواجن هتنتهي خلال أيام وهنشوف انفراجة كبيرة الفترة اللي جاية وكمان تراجع في الأسعار خاصة مع الجهود اللي الحكومة عملتها علشان تفرج عن كميات كبيرة جدا من الزرة وفل الصوية والأعلاف ده كمان قدرت أنها تمسك تجار السوق السوداء اللي أثروا على الاستراد وده طبعا أثر بشكل مباشر جدا على صناعة الدواجن في مصر وساعد كمان في رفع الأسعار ده مش كلامنا ده كلام كباراء الاقتصاد اللي أكدوا أن أزمة الدواجن الدواجن اللي عاشها كمان المصريين كانت الأسوأ وما حصلتش كمان من سنة 2006 ده احنا كمان لأول مرة بنشوف أسعار الأعلاف بتزيد بنسبة من 60% لـ 70% وأسعار كمان الصوية زادت لوحدها بنسبة 150% طيب إيه أسباب الأزمة دي؟ كباراء الاقتصاد أكدوا أن الأزمة كانت بسبب ارتفاع أسعار الزرة والصوية والأعلاف واللي طبعا بتعتمد عليها صناعة الدواجن كلها وده لأن الأعلاف بتشكل 75% من تكلفة الإنتاج مش بس كده ده كمان قطاع الدواجن كله تأثر بالأزمات العالمية وده بعد ما ارتفع سعر الدولار وزادت كمان أسعار الأعلاف والخماد بشكل كبير على التجار وطبعا لازم يكون في ناس تستجل الأزمة دي علشان تحقق أرباح وده اللي شفناه مع تجار السوق السودة اللي استجلوا كمان الأزمة وساعدوا أن الأسعار تبقى مضاعفة لكن صجار المستثمرين في قطاع الدواجن اتأثروا بشكل سلبي جدا وده خلال الفترة اللي فاتت ده كمان في منهم ناس ما قدرتش تكمل وقفلت مشارعها بسبب ارتفاع الأسعار طيب امتى هنقدر نقول أن ما فيش أزمة خلاص احنا جايين نبشركم بحدوث انفراجة بالفعل وده بعد القرارات اللي أخدها مجلس الوزراء الإسبوع اللي فات ودرت كمان بعدها الدولة أنها تفرج عن كميات كبيرة من البضايع في الموانا المصرية ومنها طبعا الأعلاف الأيام دي تراجعت أسعار الصوية من 35 ألف جنيل الطن ل 25 ألف جنيل الطن ده كمان الذرة الصفرة سعرها نزل من 14 ألف وخمسمية للطن ل 10 ألف وخمسمية للطن ده كمان وزير الزراعة وعد باستمرار الإفراج عن الأعلاف في الموانئ للقضاء على السوق السوداء وكمان مافيا الاستراد مش محتاجة أقول لكم كمان أن كل ما زادت الإفراجات عن الحبوب والذرة والصوية كل ما ده هيساعد على تشغيل المصانع الخاصة بالأعلاف بكامل طاقتها وبالتالي إلى أسعارها تقل والمواطن كمان هيستفيد ده جيل كمان أن الحكومة لما هتوفر الأعلاف بأسعار مناسبة ده هيخلي كمان صغار المرابين يرجعوا تاني ويشتجلوا بعد ما خرجوا من القطاع الفترة اللي فاتت وده لأن الطلب هيكون كبير على الدواجن خاصة أننا داخلين على موسم انتم بقى أو قلنا كمان رأيك في جهود الدولة لحل أزمة الدواجن في مصر دي كانت كل التفاصيل شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر